عند النبش في القبور تظهر الحقائق الدفينة وعرب النبش في المستور يكشف جزءا مما خوفي وكان أعظم النائب كاظم فنجان الحمامي عرب قصة جديدة يروي بها حبكة تعطيل المشاريع الصناعية الواعدة كتبها الحمامي بهدي الصيغة ناشرا بيانه المفاجئ لتأخير مشروع لمدة تسعين يوما فالوثيقة بالختم والتوقيع تكشف المدهش والمستغرب الذي أثار غرابة الحمامي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تأخير للموافقة على مشروع صناعي واعد ليس لسبب مضر بالبشر يمنع إنجاز المشروع إنما لعلامة تجارية تعبر عن شعار المشروع ليتم البحث في عدم وجود شبيه لها بمدة ثلاثة شهور كاظم فجان وفي لغة بيانه الصريح بعد أن أخرج القضية إلى النور ووضع موازين الأمور على الطبق المنشور محمل اللغة الاستغراب لمن لا يؤمن بالتغيير ولا يدرك أن التطوير لغة المستقبل وماء العراق الذي يحييه ولا يرديه قتيل التسويف والتعطيل قضية تلفت الأنظار لما يعطل البناء والاستثمار في عقول الشباب وأبوابهم الموصدة أمام فرص العمل المنتظرة لكن قلما وتوقيعا بيد مدير قسم العلامة التجارية يكفيان تفويت الفرصة على مشاريع الشعب المحروم وهذا ليس ضربا من التحليل إنما نقل واضح لما يفسر مكشفة الحمام أمام الجميع يحدث هذا وأكثر في العراق وليس بقرار يستند إلى قانون إنما هو تيار يمشي عكس تيار قد ينادي بورقة بيضاء أو أيام بيضاء تغير حال العراقيين وتحيي نبض الاستثمار الذي ينقذ ألاف العاطلين عن العمل وقد يكون مثلها وثائق مخبأة في الأدراج ومخبأة معها حياة العراقيين ومستقبلهم وأحلامهم الموؤودة إلى أن تموت